في عندك فيلم رعب يوم 13 طبعاً بما يوحي رقم 13 في الثقافة العالمية دايماً يوحي بالتشاؤم بالمشاكل بالقتل ده أحمد داود صح يوم 13 ده أحمد داود لا ده البطل أحمد داود لكن المخرج واقل عبدالله أول فيلم سري ديز ثلاث أبعاد وإحنا نتعرف على المستوى السينما العربية قلمة ندخل في هذا المجال دخلنا فيه معقول كتنفيذ وبعدين كمان أفلام الرعب المصرية والعربية نادرة إحنا قلمة نترك بأغلب أفلام الرعب اللي بتشوفيها بتبقى أجنبية دي حقيقة كنت لسا أسألك بقى السؤال دا قلمة ولكن الجودة إيه؟ والله أنا بقول إنه بالنسبة اللي بنخرج بنطرق باب السري ديز معقول يعني اتأخرنا قوي انتعرف العالم كله مسألة سري ديز يعني سيطرت هي لا تشكل الأغلبية ولكن موجودة إحنا نتقدم خطوة ونترجع خطوة لأنها مرتبطة بإمكانيات متعلقة بدار العرض نفسها تقنيات أثناء التصوير بس كويس إنه الخطوة تعملت ترجمة نانسي قنقر